وكالات الاستخبارات والدفاع الغربية تقول أن روسيا أهدرت الكثير من أسلحتها خلال الحرب في أوكرانيا إلا أن تقارير روسية تشير إلى أن روسيا لم تستخدم أسلحتها الحديثة خلال الحرب إذن ماذا تخبئ روسيا في جعبتها؟ أول هذه الأسلحة هي دبابة T-14 أرماطا والتي وفقا لإعلام روسي تتفوق على نظيرتيها على كل من ليوبارد الألمانية ولوكلير الفرنسية كما أنها مضادة للصواريخ الموجهة والقذائف الخارقة للدروع حارقة بكل أحوال من مواصفات أرماطا أنها مزودة بمدفع موجه بالليزر يمكن إطلاق قذائفه حتى قبل تشغيل محرك الدبابة كما سيتم تطوير هذه الدبابة لتكون لها القدرة على تدمير المروحيات والطائرات على ارتفاع منخفض جوا استعملت روسيا خلال حرب أوكرانيا مقاتلة الجيل الخامس سوء 57 لكن هذه المقاتلة لم تدخل الأجواء الأوكرانية بل نفذت قصفها من أجواء روسيا مجمع الصناعات الدفاعية الروسية قال إن المقاتلة لها قدرة فائقة على التخفي عن الرادارات والقيام بمناورات جوية معقدة كما أنها مصممة لتدمير جميع أنواع الأهداف الأرضية والجوية وننتقل بكم الآن لمنظومة الدفاع الجوي S500 التي يصل مداها إلى 600 كيلومتر وبإمكان المنظومة إصابة أهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت والتعامل في وقت واحد مع عشرة أهداف باليستية ونبقى مع الصواريخ تحديدا صواريخ تيركون وصاروخ كينجال وكلهما أسرع من الصوت يرى محللون عسكريون غربيون أن استخدام روسيا صاروخ كينجال فرط الصوتي يطرح مشكلة أمام الغرب مع العجز عن اعتراض الصاروخ الذي يحلق بسرعة تفوق عشرة أضعاف سرعة الصوت ونختم هذا العرض مع منظومة الصواريخ الاستراتيجية سارمات حيث يشير عسكريون روس إلى أن الصاروخ يمكنه توصيل رأس حربي يصل وزنه إلى عشرة أطنان إلى أي مكان في العالم وكان قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية أعلن أن الفوج الأول المسلح بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات سارمات سيبدأ الخدمة خلال العام الجاري توقف توقف اشتركوا في القناة